السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتنانا انا كلكم تكونوا بخير واهلا بكم في فيديو جديد وفيديو النهاردة هنتكلم عن تجمعها في سعر ربع تلاف جنيه وهتكون جاهزة ومتشرة في السوق بحيس ان انت متتعبش وانت بتدور عليها وتقدر يعني ان انت تلاقيه بسرعة والجهاز اللي معنا النهاردة هتقدر تعمل عليه شغل على برامج زي الفوتيشوب وكمان تقدر ان انت تشغل عليه علعاب بشكل مرضي جدا وكمان تقدر ان انت تطور على الجهاز في المستقبل وهنشوف التطورات اللي انت تقدر تعملها على الجهاز وهنشوف مواصفات الجهاز وتجربة ليه في الالعاب بس في الاول خلينا اقولك تعريف سريع بالقناة لو اول مرة تشوفنا في القناة هنا متمي بالجمر للميزانات والايلة وعملنا تجمعات كتيرة بأسعار رخيصة زي تجمعية الالف جنيه وتجمعية الالفين جنيه وبرضه تكلمنا عن القطعة المكملة للبي سي او اكسسوارات البي سي بأسعار قليلة زي الموسيات والكبردات والسماعات والشاشات يعني اي حاجة هتحتاجة للستطب بتاعك اللي انا بنتكلم عنها هنا في القناة فلو استفدت من الفيديوهات او مهتمة بالمحتوى دوت ياريت تشترك في القناة تعمل لايك الفيديو لان دوت بيساعد القناة تستمر وبالنسبة للجهاز اللي معنا النهاردة وهو دل خمس تلاف خمس وخمسين اس اف اف او سمول فون فاكتور اللي هو بيبع حجمه صغير والجهاز بيتباع في السوق بمتوسط تلات تلاف وخمسمائة الى اربعة تلاف جنيه وهنتكلم عن موصفات الجهاز دوت والاسباب اللي هتخلين مميز جدا في الفيديوهات السعرية ديت واول حاجة لازم تكون عارفة ان الجهاز بيجيب اكتر من نسخة وفي نسخة بيكون بمعالج الرازين فايف الفين وربعمية جي وديت هتبقى اعلى من المزانين اللي احنا حطنا وهنتكلم عنها في فيديو تاني وتاني النسخة بمعالج سري الفين وامتين جي وهي ديت النسخة اللي هنتكلم عنها في فيديو النهاردة والمعالج دوت بيجيب اربعة كورز واربعة سريد وبتردد تلاتة فاصلة خمسة وبيتفاق في الاداة الفعالة على كل المعالجات اللي تقدر تجيبها في الفيديوهات زي من الجيل التالت او الرابع وبيتفاق في اداة من الجيل التالت علشان كده المعالج دوت والجهاز بشكل عامي اقدم معك بشكل كويس جدا لو انت شغال على برنامج زي الفوتوشوب والإلستريتور وهيبقى ممتاز جدا لك عشان تبدأ تطلع شغل كويس وحتى لو حاجات اعلى زي شغل المونتاج هيقدم برضو اداء مردي وتقدر انتو تصنع محتوى على الجهاز دوت والممائز برضو في المعالج دوت هو الكارت الداخلي اللي موجود فيه وهو كارت اللي الحد دلوقتي بيشغل العلعاب بشكل كويس جدا وهنشوف مع بعض اختبرات للجهاز دوت في العلعاب كمان شوية لما نتكلم عن باقي القطع بالنسبة لتاني حاجة وهي الرمات والنسخة اللي هتلاقيها في الف او الف ومتين جنيه عشان تغير الرمال الفين مية تلاتة وتلاتة وتلاتين اللي موجودة في الجهاز وتجيب رمتين تمانية جيجة تردد تلات تلات ومتين وده طبعا هيرفع مساعدة تجمعها ويخلها باكتر من خمس تلاف جنيه فعشان نبقى محافظين على الميزانية اللي احنا فيها انصحك ان انتو تجيب الجهاز بتمانية جيجة رم عادي بس وانت بتشتري حاول تغير الرمات تخليها تمانية جيجة بس بتردد تلات تلاتة ومتين تبدل يعني بالرمال الفين مية تلاتة وتلاتة وتلاتين اللي موجودة فيها وضغط هيامل فرق حوالي ثمانية جنيه هتبقى حاجة بسيطة يعني مش تغير على الميزانية اللي احنا فيها عشان في المستقبل لما تحب تطور تجيب كمان قطعة تمانية جيجة رم تكون بالنفس التردد والتوقيت وتبقى كده جبت قطعتين تمانية جيجة رم بتردد عالي واخدت افضل اداء من الكارت وبرضا الاختبار بتاع الجهاز في الالعاب هخليها على تمانية جيجة رم عشان تشوف الاداة الفعلي اللي هتاخده من الجهاز لما تجيبه والجهاز برضو هتلاقيه مع تخزين خمسمية جيجة وزي ما قلت في فيديو التجميع اللي فاتت ان الاس اس دي بيحسن من اداء الجهاز بس دلوقتي سيارة بقى تمنمية وخمسين لالف جنيه فانتوا هتجيب الجهاز كمان بتخزين اس اس دي هيخلي التجميع تطلع فيها اعلى من كده فانا نصحك حاليا ان انت تخليك مع التخزين الخمسمية وهو كمساحة يبقى كويس جدا للويندوز وكم لعبة تانين وبرضو الجهاز هيشتغل معك مش يسبب لك مشكلة في المستقبل تبقى تحادث وتجيب الاس اس دي وخلان دلوقتي نشوف اختبار الجهاز في الالعاب وبعدها نكمل بها مواصفات الجهاز وامكانية اضافة كارت شاشة علشان تاخد اداء اعلى وزي ما نشوفنا مع بعض اداء كويس جدا بالنسبة للساع والاداء عيالة بشكل كويس جدا لو خلطت الى مات قطعتين تمانية وتمانية لكن لو انت عايز تعالي الاداء اكتر من كده انت تقدر تجيب كارت شاشة خارجي والجهاز زي ما قلت لك هو اس اي اف اف يعني الكيس حجمها صغير بالشكل دوت ودوت هيقلل الاختيارات اللي تقدر تجيبها الكارت الشاشة وكمان البار اللي موجود في الكيس 240 واط وفيه كارتين راشو حملك يكونوا مناسبين للكيس دي وهو الجي تي اي س الف و خمسين تي اي لوبور فايل بيستقل لخمسة وسبعين واط وبرضر 1650 لوبور فايل بيستقل لخمسة وسبعين واط والاتنين هيقدموا اداء كويس جدا وفيه كروت تانية كتيرة لوبور فايل ارخص من كده بس انا اخترترك الكارتين دولار بالزات لان هما بيقدموا لك اداء افضل بكتير من الكارت الداخلي اللي موجود في المعالج فانت هتاخد فرق ملحوظ في اداء الجهاز في الالعاب لما تجيب اي كارت من الكارتين دولار وهنتكلم عن فيديو مخصص لكروت الشاشة العادية وكروت تبقى مناسبة للكاسات الصغيرة في فيديو منفصل وبالنسبة لاخر حاجة في الجهاز وهي المداخل فالجهاز فيه ستة مداخل اتنين في الجزء اللي قدام اربع في الجزء الخلف من الكيس وكمان في اربع مداخل اتنين منه قدام واتنين من الجزء الخلف للكيس وهام حاجة وهي مخارج الصورة فالجهاز بيجي بمدخلين وفي الاغلب الشاشة اللي عندك هيكون فيها مدخل فيجا او ديفي اي فتقدر ان انت تجيب محاولة بالشكل دهات هكون سعر حوالي 100 جنيه فتاعمل حسابك ان انت هتضيف الفلوس ديت للسعر اللي هتجيب بالجهاز ولو الشاشة بتاعتك فيها مدخل دي سبلي بورد فمش هتحتاج المحاول دوت وبس كده دوت كان فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك ولو عندك اي سبسار اكتبول في كومنت واستنوني ان شاء الله في فيديو تاني قريب وسلامة